ستنبيك عن فعلاً أن هذا الشاعر الأعرابي حفظ للفضل بن يحيى حقه وحفظ له كرمة فيروى أن الفضل بن يحيى بن خالد قد خرج يوماً للصيد وبينما هو في موكبه إذ رأى أعرابي على ناقة قد أقبل من صدر البرية يركض في سيره قال الفضل بن يحيى لذكائه إن هذا الرجل يقصدني فلا يكلمه أحد غيري فلما دن الأعرابي ورأى المضاربة تضرب والخيام تنصب والعسكر الكثير الجم الغفير وسمع الضجة ظن أن أمير المؤمنين هو الموجود فنزل وعقل راحلته وتقدم إليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته قال اخفض عليك ما تقول فقال السلام عليك أيها الأمير قال الآن قاربت اجلس فجلس الأعرابي فقال له الفضل من أين أقبلت يا أخ العرب قال من قضاعة قال وما أدناها أو أقصاها قال من أقصاها فقال يا أخ العرب مثلك من يقصد من ثلاثمائة فرصخ إلى العراق لأي شيء يعني لماذا أتيت هذه المسافة قال قصدت هؤلاء الأماجد الأنجات الذين قد اشتهر معروفهم في البلاد قال ومن هم قال البرامكة قال الفضل يا أخ العرب إن البرامكة خلق كثير وفيهم الجليل والخطير ولكل منهم خاصة وعامة فهل لا أفرزت منهم لنفسك من اخترته فقال أجل أطولهم باعا وأسمحهم كفا قال ومن هو؟ قال الفضل بن يحيى بن خالد قال له الفضل يا أخ العرب إن الفضل جليل القدر عظيم الخطر إذا جلس الناس مجلسا عاما لم يحضر مجلسه إلا العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء والمناظرين للعلم أعالم أنت؟ قال لا قال أوردت على الفضل بكتاب أو وسيلة؟ قال لا قال يا أخ العرب غرتك نفسك مثلك يقصد الفضل بن يحيى بن خالد وما عرفت وما معرفتك به وعن جلالته فبأي ذريعة وبأي وسيلة تقدم عليه؟ قال والله يا أمير ما قصدته إلا لإحسانه المعروف وكرمه الموصوف وبيتين من الشعر قلتهما فيه فقال الفضل يا أخ العرب أنشدني البيتين فإن كان يصلحان أن تلقاه بهما أشرت عليك بلقائه وإلا إن كان لا يصلحان أن تلقاه بهما بررتك بشيء من مالي ورجعت إلى باديتك إن كنت لا تستحق بشعرك شيئا قال أفتفعل أيها الأمير؟ قال نعم قال فإني أقول ألم تر أن الجود من عهد آدم تحدر حتى صار يمتصه الفضل ولو أن أما مسها جوع طفلها غذته باسم الفضل لغتد الطفل قال أحسنت يا أخ العرب فإن قال لك هذان البيتاني قد مدحنا بهما شاعر وأخذ الجائزة عليهما فأنشدني غيرهما فما تقول قال أقول قد كان آدم حين حان وفاته أوصاك وهو يجود بالحوباء ببنيه أن ترعاهم فرعيتهم وكفيت آدم عولة الأبناء قال أحسنت يا أخ العرب فإن قال لك مدحنا شاعر بهذا فأتنا ببيتان آخران فأنشدني غيرهما فما تقول قال أنشده ملت جهابذ فضل وزننا إليه ومل كاتبه إحصاء ما يهب والله لولاك لم يمدح بمكرمة خلق ولم يرتفع مجد ولا حسب قال أحسنت يا أخ العرب فإن قال لك الفضل هذان البيتان مسروقان أنشدني غيرهما فما تقول قال إذن أقول ولو قيل للمعروف نادي أخ العلا لنادى بأعلى الصوت يا فضل يا فضل ولو أنفقت جدواك من رمل عالج لأصبح من جدواك قد نفيد الرمل قال أحسنت يا أخ العرب فإن قال لك الفضل هذاني أيضا مسروقان أنشدني غيرهما فما تقول قال أقول وما الناس هو إلا أثنان صب وباذل وإني لذاك الصب والباذل الفضل على أن لي مثلا كما ذكر الوراء وليس لفضل في سماحته مثله قال أحسنت يا أخ العرب فإن قال لك الفضل أنشدني غيرهما يبدو أن يريد أن يتعبه فما تقول قال أقول أيها الأمير حكى الفضل عن يحيا سماحة خالد فقامت به التقوى وقام به العدل وقام به المعروف شرقا ومغربا ولم يكن المعروف بعد ولا قبله قال أحسنت قال فإن قال لك قد ضجرنا من الفاضل والمفضول أنشدني بيتين على الكنية لا على الإسم فما تقول قال إذن أقول ألا يا أبا العباس يا واحد الوراء ويا ملكا خد الملوك له نعلو إليك تسير الناس شرقا ومغربا فرادا وازواجا كأنهم نحلو قال أحسنت يا أخ العرب فإن قال لك الفضل أنشدني غير الإسم والكنية والقافية قال والله لئن زادني الفضل وامتحنني بعد هذا لأقولن أربعة أبيات ما سبقني إليها أعرابي ولا أعجمي ولئن زادني بعدها لأجمعن قوائم ناقتي هذه فأجعلها في فمه من الغضب ولأرجعن إلى قضاعة خاسرا ولا أبالي فنكس الفضل رأسه وقال للعرابي يا أخ العرب أسمعني الأبيات الأربعة قال أقول ولائمة لا متكع فضل في الندا فقلت لها هل يقدح اللوم في البحر أتنهين فضلا عن عطاياه في الوراء فمن ذا الذي ينهى السحاب عن القطر كأن نوال الفضل في كل بلدة تحدر هذا المزن في مهمه قفري كأن نوفود الناس في كل وجهة إلى الفضل لاقوا عنده ليلة القدري قال فأمسك الفضل عن فيه وسقط على وجهه ضاحكا ثم رفع رأسه وقال يا أخ العرب أنا والله الفضل ابني يحيا سل ما شئت قال سألتك بالله أيها الأمير إنك له قال نعم قال له فأعطني الأمان قال عليك الأمان أذكر حاجتك قال عشرة آلاف درهم قال الفضل ازدريت بنا وبنفسك يا أخ العرب تعطى عشرة آلاف درهم في عشرة آلاف درهم وأمر بدفع المال فلما صار المال إليه حمده وقام يريد أن يذهب فقام وزير الفضل وقال يا مولاي هذا إسراف يأتيك جلف من أجلاف العربي بأبيات استرقها من أشعار العربي فتجزيه بهذا المال فقال استحقه بحضوره إلينا من أرض قضاعة قال الوزير أقسمت عليك إلا أخذت سهما في كنانتك وركبته في كبد قوسك وأومأت به إلى الأعرابي فإن رد عن نفسه ببيت من الشعر وإلا أخذت مالك ويكون له بعضه كفاية فأخذ الفضل سهما وركبه في كبد قوسه وأومأ به إلى الأعرابي وقال له رد سهمي ببيت من الشعر فأنشى يقول لقوسك قوس الجود والوتر الندا وسهمك سهم العز فارمي به فقري فضحك الفضل وأنشى يقول إذا ملكت كفي منالا إذا ملكت كفي منالا ولم أنل فلا فلم بسطت كفي ولا نهضت رجلي على الله إخلاف الذي قد بذلته فلا مبقن لي بخلي ولا متلفي بذلي أروني بخيلا نال مجدا ببخله وهاتوا كريما مات من كثرة البذلي فقال الفضل لوزيره أعطي الأعرابي مئة ألف درهم لقصيدته وشعره ومئة ألف درهم ليكفينا شر قوائم ناقته فأخذ الأعرابي المال وانصرفه يبكي فقال له الفضل فيما بكاؤك يا أعرابي أستقلالا للمال الذي أعطيناك قال لا ولكني أبكي على مثلك يأكله التراب وتواريه الأرض وتذكرت قول الشاعر لعمرك ما الرزية فقد مال ولا فرس يموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير ثم انصرف الأعرابي مسرورا